مرحبا بكم في قناة English with Simo لتعلم اللغة الإنجليزية في هذا الدرس سوف أتحدث عن humor يعني مهجم الفكاهة والمراح درس من دروس الثانية بكالوريا لجميع الشعاب انطلاقا من هذا الدرس سوف تتعلم مجموعة من الكلمات الجديدة المتعلقة بالفكاهة والمرح ثم سوف أقدم لك مجموعة من تمارين مختلفة سوف تساعدك على فهم ما تدور حوله هذه المجزوعة يعني مجزوعة المرح والفكاهة باللغة الإنجليزية humor ثم سوف أقدم لك نماذج تمارين امتحانات القسم وكذلك نماذج تمارين الامتحانات الوطنية المتعلقة بهذه الوحدة من طبيعة الحال وفي آخر الفيديو سوف أوضح لك طريقة كتابة إنشاء تتحدث فيه عن أهمية المرح والفكاهة في الحياة لأنه دائما أو غالبا ما يطرحون هذا السؤال في الامتحانات الوطنية وكذلك ربما في امتحانات القسم يسألك الأستاذ عن فوائد المرح والفكاهة في سؤال يأتي على شكل يعني ما هي فوائد الضحك أو المرح والفكاهة إذن لنبدأ الدرس إذن أولا سوف نلاحظ هذه الصور هذه المرأة قبل الزواج يعني وهذه المرأة بعد الزواج يعني المرأة يعني المرأة قبل الزواج والمرأة بعد الزواج نقوم فقط بقلب هذه الصورة وتعطينا هذا الشكل من الصورة ثم بالنسبة للرجل حياة الرجل في ثلاثة صور هنا سينجل غير متزوج وهنا ماريد متزوج وهنا ديفورس مطلق هنا كذلك الرجل قبل الزواج وهنا أفتر ماريج يعني الرجل بعد الزواج قصة حقيقية وهنا لدينا صور الفنان أو الممثل شارلي تشابلين وهنا رون أتكنسون المعروف بميستر بين إذن كل هذه الصور يعني هناك قاسم مشترك بين هذه الصور وهو الضحك والفكاهة يعني يمكن لنا أن نقول أن هذه الصور كلها لها علاقة بـ يعني لها علاقة بمعجم أو الضحك أو المرأة أو الفكاهة يمكن كذلك أن نقول they are funny pictures أو they are humorous pictures يعني هي أو هذه صور مضحقة كذلك هذه صور مضحقة يعني يمكن لنا أن نقول funny أو humorous humorous هي adjective نعت وأصل الكلمة هو humor الضحك وhumorous تعني مضحك وهي مرادف لكلمة funny يعني يمكن لنا أن نقول this is funny هذا مضحك أو this is humorous هذا مضحك كذلك إذن هنا تعلم هذه الكلمة humor humorous humor الإسم وhumorous adjective النعت وهي مرادف كلمة funny السؤال الثاني what is humor ما هو الضحك أو المرح أو الفكاهة لأن باللغة العربية يمكن لنا أن نقول أن humor تعني المرح تعني الضحك وتعني الفكاهة كذلك التعريف هو يعني أن يكون الشيء مضحكا أو مسليا أو فكاهي إذن تعريف humor هو شيء ما يكون مضحك أو مسلي أو فكاهي وهنا things that make you feel amused هنا بعض الأشياء التي تجعلك يعني تحس بالتسلية أو تحس بالمرح أو تحس بتلك المتعة يعني هنا سوف نتعلم كلمات جديدة مثلا هنا cartoons comedians cartoons يعني الرسوم متحركة comedians يعني الفنانون الكوميديون ثم comedy films أفلام الكوميديا هنا sitcoms sitcom هو فيلم قصير مضحك هنا jokes النكت والنكتة هنا تقول ما الفرق بين الحبل القصير واللباس القصير الحبل القصير يجر حمار واحد واللباس القصير يجر بيئة حمار وراءه إذن هذه تسمى jokes يعني نكت هنا classmates أو things that happen to your classmates يعني الأشياء التي تحدث داخل قاعة الدرس مثلا هذا الشخص كان نائما واستيقظ فجأة وبدأ يصفق حتى وأنه لا يعلم لماذا كان الجميع يصفق يعني في حقيقة الأمر الأشياء التي تقع داخل القسم فهي غالبا ما تكون مضحكة جدا هنا caricatures يعني الكاريكاتور هنا hidden camera الكاميرا الخفية وهنا memes أو trolls هذه الصور التي يكتبون يعني يكتبون في الصورة شيئا ما وتكون الصورة مضحكة مضحكة جدا أنا يعني متأكد أنكم تعرفون trolls في الفيسبوك وكذلك memes فهناك العديد من الصور المضحكة في الفيسبوك تسمى باللغة الإنجليزية memes أو trolls إذن هذه هي الأشياء التي قد تجعل الإنسان يعني يشعر بالمتعة أو يعني يشعر معذرة يشعر بالمتعة أو بالتسليع إلى غير ذلك إذن انطلاقا من هذه الكلمات أعيد سأعيد قراءة هذه الكلمات لكي تتأكد من النطق cartoon comedian comedy films sitcom jokes classmates caricatures hidden camera memes أو trolls هنا classify the humorous things from funny to funniest هنا هذا تمرين بسيط جدا يعني أطلب منك أن ترتب هذه هذه الأشياء هنا من المضحكة إلى الأكتر يعني تضحكك أكتر في هذا الجدول هنا funny يعني مضحك عادي جدا وهنا funnier يعني مضحك أكتر وهنا the funniest يعني مضحك إلى درجة لا تصور وهنا هنا يمكن لك أن تضع كلمات من هذه اللائحة مثلا jokes يعني بالنسبة إلي jokes النكت هي مضحكة عادي جدا ومثلا comedians they are funny يعني funnier يعني مضحكون أكتر وهيدن كاميراز يعني مضحكون جدا جدا وعندما تقوم بملء هذه الجدول بكلمات من هنا يمكن لك أن تعبر عن رأيك انطلاقا من معلومات من هذا الجدول تقول مثلا for me تعني بالنسبة لي إذن هنا سوف تتعلم كذلك كيف تعبر عن رأيك باللغة الإنجليزية for me تعني بالنسبة إلي وإن لم تعلم كيف تعبر عن رأيك باللغة الإنجليزية فهناك فيديو في هذه القناة أشرح فيه طريقة التعبير عن الرأي باللغة الإنجليزية والاتفاق مع الرأي وكذلك عدم الاتفاق مع الرأي فقط اذهب إلى فيديوهاتي وابحث عن إذن هنا سوف تعبر عن رأيك ستقول يعني بالنسبة إلي يعني النكت هي مضحكة فاصلة يعني الكوميديون يضحكون أكثر ولكن الكاميرا الخفية هي التي تضحكون أكثر يعني أستمتع بها أكثر لا أعرف هذه ترجمة هذه الكلمة باللغة العربية يعني تضحكوني جدا جدا ثم يمكن لك مثلا أن تضيف كلمة أخرى مثلا هنا وتتبع نفس الطريقة كذلك تعني في نظري يمكن لك مثلا تقول هنا يعني هذه الأفلام القصيرة مضحكة ثم الأفلام الكوميديا هي التي تضحك أكثر ولكن ميمز ون ترولز ون ترولز ون ترولز يعني هذه الصور ميمز ون ترولز ليست هناك ترجمة باللغة العربية يقولون الميمات باللغة العربية يعني الميمات ون تضحك أكثر أكثر من الأفلام أفلام الكوميديا إذن هنا فقط يعني تقوم بكتابة كلمات في هذا الجدول وتعبر عن رأيك ما هي الأشياء التي تضحك الأشياء المضحكة بالنسبة إليك وما هي الأشياء التي تضحكك أكثر وما هي الأشياء التي تضحكك أكثر وأكثر وتستعمل من طبيعة الحال هذه العبارات مثل التي تعني في نظري أو بالنسبة إلي أو في رأيي الشخصي الآن سنمر إلى ثالثا نتائج الضحك نتائج الضحك و يعني عندما يكون الشخص يعني صارما جدا لا يضحك مثلا هذا الشخص هو هو مضحك يعني له حس الفكاهة والضحك وهذا الشخص is over serious يعني جدي أكثر من اللازم over serious يعني جدي أكثر من اللازم إذن مثلا هذا الشخص يمكن أن نقول humor makes you enjoy life يعني الفكاهة تجعلك تستمتع بالحياة humor makes time pass quickly يعني الفكاهة تجعل الوقت يمر بسرعة ثم humor brings happiness to your life into your life يعني المرح والفكاهة يعني تأتي بالسعادة إلى حياتك و over serious يعني أن يكون الإنسان جدي أكثر من اللازم over serious causes stress يعني الجدية أكثر من اللازم تسببه في التوتر stress يعني التوتر ثم over serious makes you unsociable يعني أن تكون جديا أكثر من اللازم يجعلك إنسان غير اجتماعي unsociable تعني غير اجتماعي وأنا متأكد أنك تعلم ذلك فالأشخاص الذين لا يتمتعون بحس فكاهي فهم غالبا ما يكونوا غير اجتماعيين ليس لديهم أصدقاء إلى غير ذلك لكن الأشخاص الذين يتمتعون بحس فكاهي نقول he is humorous فغالبا ما تراهم دائما سعاداء ولهم يعني واجتماعيين إلى غير ذلك إذن يعني تذكر فقط تعريف humor يعني الأشياء التي تجعلك تحس بالضحك أو المرح أو الفكاهة أو التسلية وهنا بعض تلك الأشياء التي يعني من خلالها تستمد تلك التسلية أو ذلك المرح أو تلك الفكاهة وهنا يمكن لك ترتيبها في هذا الجدول المضحكة والأكتر المضحكة أكتر والمضحكة أكتر وأكتر وتعبر عن رأيك يعني بالنسبة إليك ما هي الأشياء التي تضحكك وما هي الأشياء التي تضحكك أكتر وما هي الأشياء التي تضحكك أكتر فأكتر ثم نتائج أو يعني نتائج effect يعني نتائج نتائج المرح والفكاهة والجدية أكتر من اللازم يعني هناك نتائج إيجابية عند الإنسان إن كان يتمتع بحس فكاهي وهناك نتائج سيلبية إذا كان الإنسان جدي أكثر من اللازم وتلك النتائج هنا هي stress يعني التوتر وunsociable يعني إنسان غير اجتماعي نمر الآن معجم الفكاهة vocabulary of humor لدينا هذه الأشياء مثلا joke humor humorous to kid to joke impression jokster silly witty هذه الكلمات هي في حق معجم الفكاهة ويجب عليك تعلمها سوف أعطيك الترجمة باللغة العربية مع أمثلة مثلا joke يعني نكتة kivenhart tells hilarious jokes يعني السيد kivenhart يعني يقول أو يحكي hilarious يعني مضحكة جدا jokes يعني نكت مضحكة جدا وهذا هو kivenhart فهو مشهور أمريكي مشهور جدا ممثل وفكاهي كذلك ثم هنا humor يعني الفكاهة hoja tales are full of humor يعني قصص جوحة مليئة بالفكاهة وهذا هو جوحة باللغة الإنجليزية يسمى hoja ثم humorous يعني مضحك المثال ellen's show is the most humorous talk show on youtube يعني ellen's show يعني برنامج ellen's show مثل رشيد الشو في المغرب is the most humorous talk show on youtube هي هي مضحكة أكتر في اليوتيوب هو البرنامج المضحك أكتر في اليوتيوب ثم هنا to kid يمزح i am not serious my dear أنا لست جديا يا عزيزي i'm just joking أنا فقط أمزح don't be annoyed لا تشعر بالقلق أو لا تقلق إذن to kid يعني يمزح to joke نفس هنا هذا الشخص he is very serious يعني هو جدي مئة بالمئة لاحق وجهه لا يضحك ثم هنا to joke فهي مرادف to kid يمكن لنا أن نقول to kid أو to joke نفس الكلمة يعني مرادف يعني يمزح the father loves joking with his little children الأب يحب أن يمزح مع أطفاله الصغار هنا impression يعني تقليد مثال I really like the man who did Charlie Chaplin impression يعني صراحة أو حقيقة أحب ذلك الشخص الذي قام بتقليد Charlie Chaplin يعني هنا فقط مثال مثلا بعض أصدقائك يقومون بتقليد بعض الكوميديون وشخص ما قام بتقليد Charlie Chaplin يمكن أن تقول I really like the man who did Charlie Chaplin impression يعني صراحة أحب ذلك الشخص الذي قام بتقليد Charlie Chaplin ثم jokester مهرج Oh my God you mean Jack he is such a funny jokester يا إلهي هل تعني Jack هو صراحة أو هو حقا مهرج مضحك jokester تعني مضحك Oh my God يا إلهي you mean Jack هل تعني Jack he is such a funny jokester هو حقا مهرج مضحك ثم silly سخيف Mr. Bean is the best comedian in making silly moves يعني Mr. Bean هو أفضل كوميدي يقوم بحركات سخيفة silly moves حركات سخيفة وعكسها هو witty فهي حركات بارعة يعني intelligent ذكية مثلا Jerry makes some amazing witty tricks to get Tom يعني ذلك الفأر Jerry يقوم ب يعني حركات بارعة رائعة أو خدع بارعة ورائعة للتخلص من Tom تلك الحركات التي يقوم بها Jerry أو تلك الخدع تسمى بالغة الإنجليزية tricks يعني خدع ووتي يعني بارعة تتمتع بكثير من الذكاء إلى غير ذلك يعني وتي يعني مضحك أو يعني مضحك بطريقة ذكية تذكر وتي مضحك بطريقة ذكية وسلي مضحك بطريقة سخيفة ثم من طبيعة الحال عندما ندرس معجم مجزوعة ما فنحن دائما ندرس المعجم عامة ثم الكلمات المركبة وكذلك في بعض الأحيان تحويل الكلمات من اسم إلى نعت إذن هنا تانيا معذرة هذه ليست أولا فهي تانيا كلمات مركبة ونفس الطريقة دائما مع المعجم يقومون بإعطائك هذه الكلمات ويسألونك أو يطلبون منك ربطها بهذه الكلمات لتكوين كلمات مركبة إذن نقول sense وتعني حس الفكاهة ثم نقول feel exhausted الإحساس بالإرهاق ثم silly jokes نكة صخيفة take a break تعني أخذ قسط من الراحة مثلا نقول students take a break after class يعني بعد الحصة التلاميذ يأخذون قسطا من الراحة أو مثلا يمكن أن تقول I need to take a break يعني أحتاج لقسط من الراحة ثم هنا burst into laughter يعني انفجر من الضحك هنا humorous comedians فكاهيون مضحكون وأخيرا have fun استمتع مثلا إن كان صديقك يريد أن يخرج أو يذهب إلى السينما آخر ما تقول له هو have fun my friend يعني استمتع يا صديقي أو مثلا يرسل لك شخص مع رسالة يقول لك فيها I am going out now يعني أنا سوف أخرج الآن يعني تجيبه في الرسالة وتقول له have fun يعني استمتع بوقتك الآن سنمر إلى هذا التمرين fill in the blanks with the correct words from the list below يعني املأ هذه الفراغات بكلمات مناسبة من هذه اللائحة comedian تعني فكاهي humorous تعني مضحك kiddin تعني يمزح silly كما قلت فهو مضحك بطريقة سخيفة وعكسها هو witty مضحك بطريقة ضكية ثم take a break أخذ قسط من الرحة وهمر الضحك يعني أولا kivenheart is a very talented american يعني kivenheart هو أمريكي موهوب يعني ما هو kivenheart هو comedian يعني ما ديرا يعني فكاهي يعني kivenheart is a very talented american comedian يعني kivenheart هو comedy أمريكي موهوب talented يا صديقائي تعني موهوب جدا talented هنا تعني موهوب جدا ثم after class student يعني بعد الحصة students to feel fresh again لكي يشعرون بالراحة مرة أخرى يعني ماذا يفعلوا التلاميذ بعد الحصة they take a break يعني to feel fresh again لكي يحسوا بالراحة مرة أخرى هنا ثالثا mr. kim is so cool يعني mr. kim هو إنسان أو يعني منفاتيح he has great sense of هنا نحتاج إلى كلمة humor لأن هذه كلها تسمى كلمة مركبة نقول sense of humor sense of humor إذن هذه كلمة مركبة في الحقيقة يعني سنقول sense of humor وتعني حس الفكاهة أو حس الضحك والمرح هنا i'm not serious أنا لست جدي i am just actually حقيقة يعني i'm just what أنا فقط أمزح وكلمة أمزح هنا kidding يعني ترجمة الجملة هو أنا لست جديا أنا فقط أمزح صراحة actually يعني صراحة باللغة العربية ثم هنا your jokes are so يعني نكتك جد they make me burst into laughter كما قلت سابقا أن burst into laughter تعني انفجر من الضحك كما شرحت هنا burst into laughter انفجر في الضحك يعني your jokes are so سنقول silly يعني نكتك سخيفة جدا they make me burst into laughter تجعلني أنفجر في الضحك إذن يعني هذا كل شيء في ما يخص هذا التمرين الآن سنمر إلى أشياء أخرى لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصلها بكل الدروس من طبيعة الحال هنا nouns and adjectives يعني الأسماء والصفات سوف أعطيك مثلا كلمات هنا مثلا fun وتقوم بتحويلها إلى adjective funny وتقوم بكتابة الترجمة العربية للأدجكتف فقط يعني للنادج fun يعني الضحك و funny يعني مضحك هناك كلمات أخرى مثل humor comedy amusement sadness happiness optimism pessimism loneliness anger depression stress anxiety humor humorous يعني فكاهي مضحك يعني مضحك أو فكاهي comedy تعني الكوميديا و comic فكاهي amusement تعني التسلية و amusing تعني ممتع أو مسلي sadness تعني الحزن sad حزين happiness السعادة happy سعيد optimism التفائل optimistic متفائل pessimism ضد optimism تعني متشائم تعني التشاؤم و pessimistic تعني متشائم loneliness تعني الوحدانية أو الوحدة lonely تعني وحيد مثلا يمكن أن تقول I am so lonely يعني أنا وحيد جدا فقط تستمع إلى أغنية icon له أغنية بعنوان lonely يعني وحيد ثم anger القلق و angry يعني قلق أو غاضب depression الاكتئاب و depressed مكتئب ثم stress التوثر و stressed متوثر anxiety نفس الشيء يعني anxiety هي القلق و anxious هو قلق أو متوثر كذلك هنا positive emotions and negative emotions يعني في هذه اللائحة توجد بعض الكلمات التي هي positive إيجابية مثل happiness أو happy هي كلمات إيجابية وكذلك توجد بعض adjectives أو nouns يعني بعض الأسماء أو الصفات التي هي negative يعني مثلا سلبية باللغة العربية مثلا stress التوثر أو anxiety anxious قلق أو القلق أو مثلا pessimism التشاؤم إذن عندما نتحدث عن feelings يعني الأحاسيس أو emotions هناك positive emotions يعني أحاسيس إيجابية وهناك negative emotions أحاسيس سلبية لنلاحظ يعني هذا الشخص هذه السيدة هذه السيدة قلقة جدا أو حزينة وهذه السيدة تبتسم يعني فرحة هنا هذا يسمى positive emotion هذا negative emotions يعني أحاسيس سلبية وهذه تسمى positive emotions أحاسيس إيجابية إذن negative emotions التي نلاحظها هنا هي هذه السيدة يعني أحاسيس سلبية negative emotions والسيدة الأخرى لها positive emotions يعني أحاسيس إيجابية كما تلاحظوا هنا يمكن لنا أن نقول أن هذه السيدة she is sad هي حزينة وهذه السيدة she is happy هذه السيدة she is in a bad mood تعلم هذه الكلمة mood يعني المزاج هي في مزاج سيء وهذه السيدة she is in a good mood يعني في مزاج جيد يمكن لنا كذلك أن نقول she has negative emotions يعني لها أحاسيس سلبية وهذه السيدة she has positive emotions يمكن كذلك أن نقول she has negative feelings emotions وfeelings فهي مرادفات تعني باللغة العربية أحاسيس يعني she has negative feelings تعني لها أحاسيس سلبية وهنا كذلك she has positive feelings يعني لها أحاسيس إيجابية إذن كل هذه الكلمات أو هذه الجمل معديرة كل هذه الجمل لها نفس المعنى وكذلك كل هذه الجمل لها نفس المعنى لوصف هذه السيدة أو هذه السيدة الآن سوف أعطيك مجموعة من الكلمات باللغة الإنجليزية وتقوم بترتيبها إلى positive emotions وكذلك negative emotions سوف أقرأ لك هذه الكلمات joy تعني الفرح anger القلق delight تعني الفرح جدا despair depression الاكتئاب optimism التفاؤل loneliness الوحدانية sadness الحزن worry القلق calm تعني calm يعني لا أعرف calm ولكن نقول calm down يعني صراحا لا أستطيع تذكر هذه الكلمة calm يعني ليس غاضب فهو calm نقولك باللغة العربية في المغرب ثم cheerfulness يعني happy سعيد frustration الإحباط vivacity الحيوية enthusiasm الحمال satisfaction الشعور بالرضى merriment happiness fear الخوف jubilation البهجة إذن أنا قمت يعني قبل هذا الفيديو بترتيبها هنا إلى positive feelings أو emotions يعني أحاسيس إيجابية وهنا negative feelings أو emotions يعني أحاسيس سلبية وكذلك قمت بتحويل هذه الكلمات من اسم إلى adjective إلى نعت وكذلك هذه الكلمات مثلا joy joyful delight delighted vivacity vivacious calm calm cheerfulness cheerful satisfaction satisfied anger angry despair despair يعني يأس fear fearful frustration الإحباط frustrated محبط worry قلق القلق worried قلق loneliness يعني الوحدانية أو الوحدة و lonely تعني وحيد يمكن لك دائما عمل pause للفيديو ويعادة قراءة كل هذه الكلمات فهي مهمة جدا في وحدة المرح والفكاهة humor إذن هذه positive emotions وهذه negative emotions نمر الآن سنمر إلى نماذج تمارين القسم والامتحانات الوطنية يعني أول شيء أصدقائي هو الكلمات المركبة collocations in English ماذا يعني ذلك؟ يعني نسألك فقط عن هذه الكلمات يعني يجب عليك تذكر هذه الكلمات لأنها تأتي دائما في الامتحانات الوطنية وكذلك امتحانات القسم والتمرين يأتي على هذا الشكل مثلا match the following words to form new collocations أو to form collocations نقول معذرة نقول humorous comedians يعني فكاهي مضحكون هنا نقول have fun هنا take a break يجب عليك أن تتذكر جيدا يعني فهذه يعني أؤكد لك أن لا تقوم بالخلط بين هذه الكلمة have fun وtake a break لا تقول have a break أو take fun يعني هذه الكلمات have and take فهي يعني غالبا ما يطرحون هذا السؤال في الامتحانات الوطنية وربما كذلك أستاذك يمكن له أن يسألك عن هذه الكلمات have fun وtake a break نقول have fun ونقول take a break ثم sense of humor فهي مهمة جدا فهي مهمة جدا كذلك نقول sense of humor ثم أخيرا silly jokes يعني نكة صخيفة والsense of humor تعني حس الفكاهة والمرأة إذن هذا فيما يخص الكلمات المركبة أصدقائي نمر إلى التمرين الثاني هو تحويل الكلمات إلى الصرف المناسب nouns to adjectives and vice versa يعني تحويل الكلمة من اسم إلى نعت وماذا نقصد بذلك نقصد ما رأيناه أو ما درسناه في هذا التمرين يعني تحويل هذه الكلمة إلى adjective من اسم إلى نعت أو تحويل هذه الكلمة من اسم إلى نعت يعني قم ب يعني مراجعة هذه الكلمات لأنها مهمة جدا وسوف أشرح لك أنواع التمرين المتعلقة ب nouns و adjectives إذن التمرين يأتي على هذا الشكل put the version in brackets in the correct form بسو المغربي بسو is a very نقول he is a very humorous stand-up comedian لاحظ أن كلمة humor قمنا بتحويلها إلى adjective humorous ثم Kevin Hart's jokes are extremely fun يعني نحتاج إلى adjective كلمة fun و adjective كلمة fun هو funnel they make the audience burst into laughter تذكر هذه العبارة burst into laughter تعني انفجر في الضحك ثم don't be such pessimism التشاؤم نحتاج إلى adjective هنا نحتاج إلى كلمة متشائم لا تكون إنسان متشائم don't be don't be a pessimistic person you will achieve something in your life just don't procrastinate يمكن لك أن تأخذ هذه الجملة كنصيحة تقول الجملة don't be such an optimistic person ما ذرا don't be such a pessimistic person لا تكون إنسانا متشائما you will achieve something in your future سوف تحقق سوف تحقق شيئا في مستقبلك أو في حياتك just don't procrastinate فقط لا تأجيل عمل اليوم إلى الغد procrastination تعني تأجيل عمل اليوم إلى الغد الجملة الأخرى نمر إلى ما ذرا أعتذر أصدقائي أعتذر نمر إلى الجملة الأخرى I don't agree with the old saying that goes يعني لا أتفق مع الجملة القديمة التي تقول money can't buy happy يعني المال لا يمكن أن يشتري هنا سعيد يعني نحتاج إلى تحويلها إلى اسم money can't buy happiness المال لا يمكن أن يشتري السعادة أه ماذا؟ وhappiness happiness هي أه اسم كلمة happy لأنه في بعض الأحيان نقوم بإعطائك adjective وتقوم بتحويله إلى اسم وفي بعض الأحيان وفي بعض الأحيان نقوم بإعطائك اسم وتقوم بتحويله إلى adjective ثم هنا number five many loneliness الوحدانية هنا نحتاج إلى adjective يعني وحيد many lonely people نقول many lonely people and depression يعني الاكتئاب نحتاج إلى adjective يعني أشخاص المكتئبون يعني depressed people prefer or prefer to spend their time in front of the TV يعني الكثير من الناس الوحيدون والمكتئبون يفضلون قضاء وقتهم أمام التلفاز إذن هذا فيما يخص هذا النوع من التمارين التي يطلبون منك يطلبون منك أن تحول كلمة من اسم إلى نعت أو العكس نمر إلى نمر إلى تمارين أخرى أصدقائي يعني التمارين الآخر هو مل الفراغ بالكلمات المناسبة يعني املأ الفراغ بالكلمات المناسبة والتمرين يأتي على هذا الشكل fill in the blanks with the correct words from the list below يعني املأ هذه الفراغات بكلمات المناسبة من هذه اللائحة الكلمة الأولى kidding يعني الأمزح humorous مضحك humor الضحك break يعني قصد من الراحة fun يعني الضحك ثم silly صخيف impression تعني تقليد و ridiculous تعني صخيف after some hours of work students need to take a break to recharge with fun يعني بعد بعد العمل لساعة التلاميذ يحتاجون إلى قصة من الراحة يعني لكي يحصلون على طاقة أخرى هنا take a break تذكر فهي كلمة مركبة take a break تعني أخذ قصة من الراحة المثل الثاني I am very serious when I said I'm not أنا نسيت كلمة هنا يجب أن أضيف هذه الكلمة not نسيتها في يعني عندما كنت أكتب هذا التمرين I am not very serious when I said you failed أنا لم أكن جديا عندما قلت أنك فشلت I was just فقط كنت وهنا actually حقيقة يعني فقط كنت أمزح I was just joking ثم هنا the teacher is really cool الأستاذ يعني مرح جدا أو منفتح جدا he has great sense of هذه كذلك كلمة مركبة نقول sense of يعني حس sense of humor نقول sense of humor يعني حس الفكهة أو حس المرح ثم رابعا بسه is the most Moroccan stand-up comedian يعني بسه هو الأكتر يعني هو الأكتر فكاهة من بين الكوميديين المغاربة ثم هنا let's go out next Sunday and have كذلك هذه كلمة مركبة نقول have fun يعني دعنا نخرج في يوم الأحد ونستمتع بوقتنا مع الأصدقاء have fun يعني استمتع أخيرا نجملة الأخيرة the man who was doing Mr. Bean يعني الشخص الذي كان يقوم بتقليد Mr. Bean يعني سنحتاج هناك إلى كلمة impression is really is really هو حقا ridiculous يعني هو حقا صخيف the audience was so bored watching his performance يعني كان صخيفا لأن الجمهور كانوا يعني يشعرون بالملل bored يعني يشعرون بالملل watching his performance عندما كانوا يشاهدون أداء performance يعني الأداء إذن هذا فيما يخص هذا النوع من التمارين التي يطلب منك الأستاذ من خلالها أن تملأ الفراغ بالكلمات التي توجد في هذه اللائحة التمرين الأخير هو إنشاء فوائد الفكاهة يعني كتابة writing benefits of humor في الحقيقة هناك الكثير من فوائد humor كثير من فوائد الضحك والفكاهة لكن السؤال الذي يجب عليك أن تطرحه على نفسك هو why is humor important يعني لماذا الضحك والمرح والفكاهة مهم جدا ويمكن لك أن تكتب بعض الأفكار مثلا and students can not concentrate all the time يعني التلاميذ لا يمكن لهم أن يركزوا طوال الوقت they need humor to feel fresh and more energetic يحتاجون إلى بعض من الفكاهة لكي يعني يشعرون ب to feel fresh لا أعرف هذه fresh يعني لكي تبدأ من جديد وتحصل على الكثير من الطاقة if people are serious all the time إذا كان الناس جديين طوال الوقت they will feel bored يعني سوف يشعرون بالملل ثم humor reduces boredom at work and at school يعني المرح يقلص من نسبة الملل في العمل وكذلك في المدرسة هنا humor is the best medicine for stress and anger يعني المرح والفكاهة هو أحسن دواء للتوتر للتوتر والقلق ثم people who have humor in their lives are always happy يعني الناس لديهم الفكاهة في حياتهم هم دائما سعداء happy وcreative مبدعون وإنرجي يعني لهم طاقة زائدة إذن هذه أفكار يمكن لك ترتيبها في فقرة مثلا هكذا باستعمال أدوات الرابط مثلا تبدأ هكذا no one can deny that لا أحد ينكر أن هذا التعبير يمكن لك دائما أن تبدأ به فقراتك في الكتابة no one can deny that لا أحد ينكر أن مثلا humor is very important at work and at school too يعني لا أحد ينكر أن المرح هو مهم جدا في العمل وكذلك في المدرسة it has many benefits له الكثير من الفوائد وتضع نقطة for example وتكتب مثلا ثم تقوم بنقل جميع هذه الأفكار التي توجد هنا وتربط بينها باستعمال أدوات ربط مثلا بالإضافة إلى ذلك besides أو in addition بالإضافة إلى ذلك furthermore كذلك تعني بالإضافة إلى ذلك وfinally تعني أخيرا سوف أقوم بترجمة الفقرة مثلا for example students cannot concentrate all the time يعني التلاميذ لا يمكن لهم أن يركزوا طوال الوقت as a result وكنتيجة لذلك they need humor to feel fresh and more energetic يعني يحتاجون إلى المرح لكي يبدأوا من جديد ويحصلون على الكثير من الطاقة besides تعني بالإضافة إلى ذلك if people are serious all the time إن كان الناس جديين طوال الوقت they will feel bored سوف يحسون بالملل in addition بالإضافة إلى ذلك humor reduces boredom at work and at school المرح يقلل من نسبة الملل في العمل وكذلك في المدرسة furthermore إضافة إلى ذلك doctors say that الدكاطرة يقولون أن humor is the best medicine for stress and anger أن الضحك والمرح هو أحسن دواء للتوتر والقلق finally أخيرا people who have humor in their lives يعني الناس الذين لهم المرح والفكاة في حياتهم they are always happy هم دائما سعادة energetic يعني لهم تقزائد وcreative مبدعين إذن هذه طريقة كتابة writing حول benefits of humor يعني فوائد المرح إذن هذا كل شيء أصدقائي إلى هنا نأتي إلى نهاية هادة الدرس thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for you to have access to all my learning videos if you have any questions you can always ask me on my whatsapp here or you just send me a private message on my facebook page غير ذلك thank you for watching and good luck to you and have a great day bye bye